الحلمة للهادين المهتدين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحيي الجمع الكريم ونهنئ أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلول شهر الربيع شهر ربيع البشرية شهر ميلاد خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحيي السادة أعضاء لجنة الندوة وعلى رأسهم سيد أحمد بكار وجميع معاونيه كما نحيي السادة المحاضرين والسيد رئيس الجلسة ومنسقها وكافة أعضاء القاع المباركة ونشكر اللجنة على تشريفها لنا بهذا التكليف بإلقاء هذه المشاركة المتواضعة والتي تتمحور حول دراسةٍ تحليليةٍ موجزة للحكم التي جادت بها قريحة مولانا الشيخ أبي بكرٍ المُثنَّى المُكرَّم بهذا اليوم العظيم أيها السادة والسيدات بعد قراءتنا لهذه الحكم النافعة والتي وصفها صاحبُها بالقدسية أو بالإلهية ترأينا أن يكون الموضوع منحصراً في النقاط الآتية الأولى نُبذى عن الشيخ أبي بكرٍ المُثنَّى ابن الحاج عبد الله الكبير ثانياً وقف مع مُصطلحات الموضوع ثالثاً أضواء على الحكمة في القرآن الكريم رابعاً مكانة الحكم في التراث الصوفي خامساً وآخراً الدراسة المُجزة حول هذه الحكم نُريد أن نُعيد في أذهان الإخوة أن الحكم سمَّاها صاحبُها بالنفحات القدسية في الحكم الإلهية وقبل الخوض في هذا الشرح كنا نودُّ أن نُقدِّم بتعريفٍ مُوجزٍ للشيخ أبي بكرٍ المُثنَّى ولنظرًا لضيق الوقت ولأن الإخوة قد سبقونا في هذا المجال وتناولوا حياة هذا الرجل الفز وأطربوا مسامعنا بنفحاته وبمآثره وبآثاره الخالدة فلا نُطِيلُ عليكم في ذكر شيءٍ من سيرته العطرة فنكتفي بالقول بأن هذه النفحات مخضت عن عُصارة هذه التربية الرائق التي ذكر الشيخ أبو بكر نفسه بأن الشيخ إبراهيم هو الذي عني بها بإذنٍ وبإشارةٍ من والدهم الجليل الشيخ الحاج عبد الله فقد ولد الشيخ أبو بكرٍ في كنف الولاية ونشأ في حجر الصلاح وتربَّى في أحضان العلم والمعرفة وترعرع في رياض القرآن والحديث نبت في خميلة والده الشيخ الكامل والمجاهد الباسل والعارف الواصل الشيخ أوانه ذي الباع الطويل في العلم وفي تفسير كتاب الله على وجه الخصوص وعني بتربيته أخوه أبو إسحاق وسقاه من زلال فيوضه وحلاه من جواهر علومه وفهومه مع ما منحه الله تعالى من قوة العزيمة وحدَّة الذكاء وصفاء القلب وسرعة الإدراك وعمق الفهم ودقة الملاحظة الأمر الذي أدَّى إلى شموخ بنائه العلمي وبعد غوره المعرفي وسعة أفقه الثقافي يقول بنفسه عن هذه التربية ولا أعود لذكر ذلك فأكتفي بما ذكره السيد الرئيس شيخ أحمد بكار والناظر في عنوان هذه النفحات يلاحظ فيها الألفاظ الأربعة النفحات والقدسية والحكم والإلهية والنفحات جمع نفحة وهي المرَّ من هبوب الريح وقد تُطلق هذه الكلمة على الخير وتُطلق على الشر فالنفحة في مجال السعة والخير والنعمة هي تفضل وتكرم من حضرة الله تبارك وتعالى على عبد من عباده بما ينتفع به وينفع به غيره وإذا أُطلق في مجال الشر فيكونوا عنةً وعذابًا ونقمةً كما في قوله تعالى ولئن مستهم نفحةٌ من عذاب ربك ليقولوا يا ولنا إنا كنا ظالمين وهذا الإسم الجليل راجعنا كثيرًا من الكتب والكتابات ورأينا أن كثيرًا من علماء التصوف ومن علماء الإسلام سمَّوا كتاباتهم وتآليفهم بالنفحات كالنفحات الإلهية للشيخ كبير أبي المعالي والنفحات العاطرة في جمع القراءات العشرة المتواترة للشيخ محمد حسام سبسبي والنفحات العطرية في سيرة خير البرية لنور الدين عطر الدمشقي والنفحات الأحمدية والجواهر الصمدانية للشيخ حسن راشد المشهور بالمشهدي الخفاجي والنفحات الشاذولية في شرح البردة البصيرية والنفحات الخليلية للإمام محمد محمد أبو خليل والنفحات القدسية في رد الإمامية للمفسر الكبير الشيخ الألوسي ومن ثم تأتي هذه النفحات والتي يمكن أن نطلق عليها بالنفحات البكرية التي تفضل بها الشيخنا الشيخ أبو بكر المثنى والقدسية مأخوذٌ من قدس الشيء أو قدس الشيء تقديساً أين نزهه عما يليق به عما لا يليق به وهي نسبةٌ لهذه النفحات إلى حضرة الله تبارك وتعالى الذي منَّ بها على الشيخ والحكم جمُّ حكما وكما عرَّفها الشيخ البوطي يقول هي مجموعة مقاطع من الكلام البليغ الجامع لأوسع المعاني بأقل العبارات كلها مستخلصٌ من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهناك تعريفات متعددة ومتنوعة للسادة الصوفية للحكم والإلهية أيضاً نسبةٌ إلى حضرة الله تبارك وتعالى حيث يقول الشيخ تأكيداً وتقريراً على أن هذه الحكم منحةٌ إلهية ألهمه الله إياها فيقول ما هو إلا أن نودي في سره بعد صلاة العصر يوم الاثنين الموافق لسبعة عشر من زلحجة عام 1355 أن يا أبا بكر اكتب ما تم لها عليك الحضرة أو ما تم لها عليك الحضرة فهذا دليل على أن هذه الحكم في الحقيقة حكم إلهية ألهم بها حضرة القدسي على شيخنا الجليل أن هذه الحكم في الحقيقة أن هذه الحكم في 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 الحكم في الحقيقة الله يمكن لها رأيك الحكم في الحكم في حقيقة وقم جميعا بجبال انتدار أفضل التنكرى لأن يكون أعيش بأسرق نظرة بإضافة نملك سنوصل على به منفصل على الهبرام سيذهبدة ونزلة منجت أن نظرة لا يسافه للإجابة بحق النظار هذه سمع سنبرة سنبرة نظر بإضافة استطاع هكامي سنبرة ونساء سنبرة سنبرة يدعون أن يقول أن القبر في الصحة من الكلام والمساس وأن القبر في المستوى بسماية يدعون إن قبر في صحة الأخيرة والمساس تسمع فرصة على الصحة على أن يكون الليل الأخير المستوى بكي أم تغيير فبالد شرط هذا يسمى فقد أن نهل الحديث بان ، سوف تكون دائماً ترجمة نانسي قنقر 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 يكتب طبيبا جتب هastre هذا ينالك العبادة تصنيعره يميelp ادخاله وميارمه هذا كالدست يبقال طبيبه يبقال طبيبه ومثل طبيبه يظهر إلي الله يبقال طبيبه يبقال طبيبه يبقال طبيبه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر